احيانا كده بتحس انك شخص مش دايما حظك حلو مع الناس اللي بتتعرف عليهم بتحس انك ما بتعرفش تأثر على اللي حواليك او تجذبهم ليك او تقنعهم بيك حتى الناس اللي بتحاول تدخلها حياتك بتلاقي انهم مش شبهك بتلاقي نفسك مش عارف تتأقلم عليهم بسهولة ولو لقيت شخص عجبك وعايز تقرج منه برضو بتلاقي نفسك بتعق الدنيا وما بتعرفش تتعامل معه بالطريقة المزبوطة عشان تجذبه ليك فبتلاقي بيعد عنك حتى الشخص اللي بتبقى معه في علاقة بيبقى كويس معك في البداية وبعد كده بيقلب عليك وللأسف لما بيحصل كل ده فهدات القائم بيخليك تحس نساقة بنفسك معزوزة والحقيقة ان كل ده مالوش اي علاقة بان انت حظك مش كويس ده لي علاقة بان انت ما عندكش مهارات في التعامل مع الناس لازم تعرف ان الثقة بالنفس والكارزمة والزكاء في التعامل مع الناس وجاذبهم ليك دي امور انت مش بتتولد بيها دي حاجات انت بتكتسبها وبتتعلمها اسوأ نصيحة ممكن تسمعها من الناس انك تلاقيهم بيقولولك اتصرف على طبيعتك خليك عفوة وما تهتمش بحد اتصرف بالطريقة اللي بتناسبك وما ينبكش الموضوع هنا عامل زي اكني اديت لك عربية سيارة وحطتك جواه وانت لك اسمع انا عايزك تسوق بالطريقة اللي تريحك سوق على عفويتك بالطريقة اللي تريحك اللي هيحصل هنا انك هتلاقي نفسك سوقت بسرعة زيادة خلفت اشارات المرور وقواعد المرور ولبست في الحيطة لان الناس اللي حواليك بتسوق بطريقة معينة وانت سوقت بطريقتك العفوية لازم تعرف ان عشان تكون انسان عفوي ده مش معناه ابدا انك تكون انسان عشوي ضروري انك تشلل دماغك عشان يكون عندك شخصية قوية وتعرف تتعامل مع اي مخلوق سواء في شغلك في علاقتك مع الشخص اللي انت مرتبط بيه او حتى اي شخص انت بتتعامل معاه وده اللي هعلمولك حالا اول تصرف لازم تعمله اللي هيخليك تكون شخص تمتلك الهيبة والكارزمة والجاذبية في نظر اي حد انت بتتعامل معاه هو انك لما تكونك بتتكلم مع الشخص اللي قدامك بلاش ابدا انك تطول معه الحديث ده موضوع منفاصل عن الموضوع الاساسي اللي انت بتتكلم فيه هنفترض مثلا انك بتتكلم مع شخص معين في موضوع معين والموضوع اللي انتو بتتكلموا فيه ده خلص خلص الكلام فيه وصل لنعيته وخلاص اتكلمته في كل حاجة بخصوص الموضوع ده ولاقيت انه خلاص انت معندكش اي حاجة تقولها تاني تطول بها الحوار ولاقيت الشخص اللي قدامك اصلا بيرد عليك ردود مختصرة سواء كان الكلام على ارض الواقع او حتى على اللي تشات فالبار غلط ممكن تعمله هنا هو انك تلاقي نفسك بعد ما خلص الكلام فانت بتحاول تفتح الكلام وتقوله المهم انت اخبارك ايه واهلك عاملين ايه فكده انت بنبان للشخص اللي قدامك ده انك عايز تطول الحديث معه فلازم تعرف ان اي شخص انت بتتعامل معايا لما يلاحظ انك عايز تطول الحديث معايا فتلقائيا هنا هيستنتك حاجتين اول حاجة انه هيفهم انك شخص فاضي فارغ ما عندكش حاجة تعملها وعايز تتكلم معايا لحاجة تانية هيفهم انك مهتم بيه زيادة عن لزوم وفي كل الاحوال هتلاقي ردة فعله هنا اما انك هتلاقي بيرد عليك بشكل سطحي بردود مختصر هتلاقي بيقولك مثلا الحمد لله بخير واهلي بخير يعني حتى ممكن تلاقيه مش بيسألك حتى عن اهلك او عن احوالك او تلاقيه ما بيتفعلش مع تطويل حوارك معا او هتلاقيه انه ما بيردش عليك او بيتجنبك او بينسحب من المحادسة فليه ما تنسحبش انت قابله بمجرد ما تحس ان الحوار خلاص انتهى ووصل لباب مزدود مهم جدا انك تبين للشخص اللي قدامك انك ما بتبذلش مجهودة عشان تكون معي انت هتتفعل معاه بس طالما هو حابب يتكلم معاك ولو خلص الحديث ما تحاولش تضيف اي كلمة زيادة عشان ما تضيعش هبتك ونظر تحترام الشخص ده ليك وضيف على الكلام ده حاجة مهمة جدا وهي انك لازم تتجنب الصراحة مع الناس على قد ما تقدر اكيد ما قصودش ابدا انك تكون كذاب بس لازم تعرف انه لما ما يطلبش منك انك تقول الصراحة وتقولها فهنا بتكون وقاحة فهنا انت بتقرع الناس فيك وتبعدهم عنك تخيل كده انك روحت للشخص معين وقلت له على فكرة انت وزنك زاد انت بيت تخيني يا ابني تفتكر كده هيحبك يعني بالعكس لكن لو الشخص ده هو اللي جي سألك انا عايز اخد رأيك وانا وزني زاد وانت هنا قلت له اه وزنك زاد فهنا هيحتعمك لانك سدقت لانك سدقت مع الفرق من التصرف الاول والتاني هو ان التاني هو الطلب منك فاي معلومة تعرفها عن اي شخص اي حاجة تلاحظها في اي شخص وتلاقي ان الشخص ده ما طلبش منك انك تقول له عليها فاياك انك تقولها له سيبه في حاله لحد ما هو يطلب منك ده ولو ما طلبش منك ده خلي رأيك لنفسه القاعدة التانية ودي من اهم الحاجات اللي لازم تاخد بالك منها واللي هتخليك شخص كاريزماتي جدا وهو صوتك نبرة صوتك هي السحر اللي تقدر من خلاله تجذب اي حد ليك وتقنع اي حد بكلمك سواء في علاقتك مع شخص انت مرتبط به او حتى في شغلك لازم يكون صوتك مسموعة ولازم يكون في نفس مستوى نبرة صوت الشخص اللي انت بتتكلم معاه يعني مثلا لو كنت بتتكلم مع شخص ولي appreciativeه بيتكلم معاني بنبرة صوت هادية فحاول تخلي نبرة صوتك في نفسه مستوى صوته لو كان بيتكلم معاك بنبرة صوت عالية فانت كمان ارفع نبرة صوتك شوية حاول تزبط مستوى صوتك على حسب صوت الشخص اللي قدامك فيحس انك شبه ويحس انه شايف نفسه فيك ويحس كمان انك بتفهمه جدا تخيل ان كل ده بيحصل بس من صوتك الناس اللي بتتكلم بصوت هادين مع شخص بيتكلم معهم بصوت مسموع الناس دي دايما اتلاقي ان بيان عليهم انهم حاسين بالخجل وانهم مش واسقين في نفسهم ومتوترين جدا طبعا التوتر والكارزما ما يكتمعوش ابدا مع بعض فحاول تخلي صوتك مسموع ويكون في نفس مستوى صوت الشخص اللي قدامك ويضيف على ده حاجة مؤمنة جدا ودي من اهم قواعد الكارزما واللي هتخليك تبان ووصل جدا في نفسك وانت بتتعامل مع اي شخص وهي لغة جسدك حركات جسمك ويدك وانت بتتكلم لازم تعرف ان 70% من كلامك ما بيتقلش بلسانك بيتقل بجسمك واللي طالبهم انك هنا في لغة جسدك هو انك تتجنب تماما ان جسمك يكون في وضعية مقفولة وانت بتتعامل مع اي شخص يعني حاول ما تشبكش ايدك في بعض وانت بتتكلم بالشكل ده او بالشكل ده حاول انك ما تحطش ايدك على فمك وانت بتتكلم لان ده بيبين للشخص اللي قدامك انك متوتر ومش وصل في نفسك ومتردد حاول كمان انك لو كنت بتتكلم مع شخص قدامك طاولة ما تخبطش على الطاولة دي لان ده معناه انك حاسس بالملل وتجنب نهائيا ان يكون ظهرك محلي بالشكل ده وانت واقف او انت قاعد لان ده بيتبين للشخص اللي قدامك انك شخص محبط او ضعيف فخلي دايما ضهرك مفروض وخلي اكتفك لورا بالشكل ده لو كان معاك شنطة تجنب انك تحطها بينك وبين الشخص اللي انت بتتكلم معاه لان ده لاشواريا بيخلي اللي قدامك ما يحسش مرتياح ليك ويحس ان فيه حاجز ما بينك وما بينه وكمان تجنب تماما انك تسند راسك على ايدك بالشكل ده وانت بتتكلم مع حد الناس كتير جدا بتعمل حركة دي بشكل لاقرادي لما يكونوا بيتكلموا مع حد وده طبعا شيء سيء جدا لان ده بيبين للشخص اللي قدامك انك حاسس بالملل وانك مش عارف تقول ايه وانك مش عايز تتكلم معاه اصلا وده كلها حاجات بتبين ان لغة جسدك مغلقة او مقفولة طالما لغة جسدك مغلقة مش ممكن ابدا ان الشخص اللي قدامك يتقبلك او يرتاح لك او يحس انك اصطرت فيه فتجنب كل ده تماما ولو حاسس ان لسه عندك مشاكل في لغة الجسد ارجع اسمع الفيديو ده لخصلك فيه كل حاجة باختصار عن لغة الجسد اما التصرف التالت اللي لازم تاخد بالك منه لو كنت عايز تحافظ على هدتك وجازميتك وكارزميتك وانت بتتعامل مع اي شخص ولناس كتير جدا للأسف لا بتاخدش بالها ابدا منه وده اهم نصيحة اقدر اقدمها لك النهاردة وهو اياك انك ترد على المتح او المجاملات اللي بيقولها لك الناس بانك تنفيها هفاهمك يعني مثلا لو فيه شخص معين بيقولك على فكرة انا بحس ان انت شاطر جدا في كذا فاياك انك ترد عليه مثلا رد زي لا انا لا شاطر على حاجة بالعكس عادي جدا يعني تلاقي ان الشخص اللي قدامك بيجاملك باي شكل من الاشكال بخصوص اي حاجة فيك او بخصوص اي حاجة انت بتعملها وانت تقابل ده بالنفس وتقوله لا 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 مش مظبوط انا شخص عادي جدا انا عارف طبعا انك بتعمل ده من باب التواضع لكن لازم تعرف انه للأسف كل ما اتقررت ده اكتر كل ما بالتدريجه بشكل لا واعي اقنعت اللي حواليك انك ما عندكش ثقة بنفسك فيطر ايه اللي لازم تعمله هنا انه لو جيه حد مدحك او جاملك بكلام حلو فانت هتقوله اه عندك حق انا فعلا شاطر وفيها كل الحاجات دي برضو لا لان كده اكيد هيعتبرك مغرور لكن اللي لازم تعمله هنا هو انك ما تردش اصلا على المتح او المجاملة ما تقولش اي حاجة بالتالي مش هيقلل منك او مش هيحس انك مغرور بالعكس هيحس هنا ان انت واصق من نفسك لدرجة ان انت ما بيهمكش اصلا المتحة او المجاملات وضيف على الكلام ده حاجة مهمة جدا وهو ان اكتر حاجة ممكن تضيع جاذبيتك قدام اي حد انت بتتعامل معاه هو انك تمدح حاجات واضحة فيك هفاهمك هنفترض ان انت قابلت شخص معي والشخص ده مثلا شعره جميل جدا او لابس لبسة حلو جدا او لابس ساعة جميلة جدا فبمجرب ما انت تقول له مثلا واو لبسك شيء جدا ساعتك جميلة جدا شعرك حلو جدا الشخص اللي قدامك ده هنا هيعجب بنفسه ومش هيعجب بيك ابدا ليه لانك هنا مدحت فيه حاجات واضحة معظم الناس اللي قابلوه قبل ما يوصل لك قالوله نفس اللي انت قلته وله ده فبالتالي هنا مش هيكون هنا فيه اي تأثير لكلامك بمعنى انك لما مدحت الحاجات الواضحة اللي فيه دي واكدت له انه لازم يعجب بنفسه ويصل بنفسه اكتر وانه فعلا رائع فانت بأكدت لهش ابدا هنا ان انت كمان شخص رائع او انه لازم يعجب بيك طب امتى هيحس ناحيتك ان انت شخص رائع وان هو معجب بيك هيحس ده لما انت تلاحظ فيه او تمدح فيه حاجات مش واضحة فيه تفاصيل محدش بيلاحظها فيه زي مثلا انك تمدح نبرت صوته طريقة كلامه اسلوبه في الحوار المهم انك تمدح فيه حاجات صعب ان الناس تلاحظها فيه لانه ده هيخليك مميز جدا بالنسبة له وسعتها هيعجب بيك لانه هيشوف انك بتشوف اللي محدش غيرك بيشوفه هيشوف انك بتشوف اللي محدش غيرك بيشوفه حلوة دي عجبتني واقول لك على حاجة مهمة كمان جدا هنا وهي اياك انك تسأل الشخص اللي قدامك الاسئلة المتوقعة لأي شخص بيتعامل معه ممكن ان هو يسألها له لازم تعرف انه اي شخص انت بتتعامل معه دي سئل كتير جدا اسئلة بديهية تقليدية فلو جيت انت كمان سألته نفس النوعية دي من الاسئلة فللأسف الشخص ده هيصنفك على انك شخص مميل هيحطك احتياطه مش هحس ابدا باي تجاوب معاك والاسئلة دي ازاي مثلا هو انت عندك كم سم هو انت ساكم فين تجنب تماما مع الشخص اللي قدامك الاسئلة اللي بيكون هدفها التعرق لانها هتخليك مميل وهتخلي كمان الشخص اللي قدامك يحس بالملل منك واحتمال كمان انه ما يتجاوبش معاك فتحرج نفسك تمام ايه بقى اللي لازم تعمله انا هقولك الحل وركز معايا الافضل دايما هو انك تسأل اللي قدامك اسئلة استكشافية يعني مثلا بدل ما تقول للشخص اللي قدامك انت منين او ساكم فين عايزك هنا تعمل حاجة بسيطة جدا ادخل مثلا على حسابه على فيسبوك وشوف مكان اقامتك وبعدها اقول له انا لاحظت انك من المدينة الفلانية هو انت مقيم هناك حلان ولا انت اساسا من هناك السؤال ده هيكون افضل بكتير لانه هيهدف لانك عايز تكتشفه مش عايز تتعرف عليه وخلاص ومن الاسرار النفسية اللي هيخليك عندك كارز معالية جدا وهتخليك بتمتلك شخصية قوية جدا وجذابة هي فكرة انك تكون في نفس الحالة العطفية للشخص اللي قدامك يعني مثلا انت قابلت شخص ولاحظت كده من وشه انه حزين شوية فقياك انك تتعامل معاه على انك مرصود جدا حاول انك تكون في نفس حالته حاول تتكلم معاه بطريقة يكون فيها شوية حزن او تتكلم معاه في الموضوع الحزين اللي انت شايف انه هو مؤثر عليه اما لو لقيت الشخص اللي قدامك شاكله باين عليه انه هو سعيد جدا مبسوط جدا فعمل نفس الحاجة حاول تباين ان انت كمان مبسوط وطبعا كل ده انت هتلاحظه هتشوفه من خلال لغة جسد الشخص ده طريقة كلامه نبرة صوته ازاي بيتكلم معاك ولو كنت كمان بتتكلم معاه مثلا على تشات الايموجي اللي هو بيستخدمه يعني حاول على قد ما تقدر تكون في نفس مستوى حالته العاطفية عشان يحس انك بتفهمه ويفتح لك قلبه ويحس انه بيتقبلك اكتر لانه لو كان الشخص اللي قدامك حزين وانت جيد بيينت له انك مبسوط جدا فهنا هيحس انك بعيد كل البعد عنده وطبعا العكس صحيح اما القاعدة الخامسة ودي من اهم اسرار الشخصية القوية والجذابة واللي هتحافظ جدا على هبتك وكارزمتك وهي انك تتعامل مع الامور على انها مش من اهتماماتك مش على انها غالية عليك هدي لك مساب لو كنت مثلا بتتكلم مع شخص معين على حاجات ممكن انك تشتروها زي انك تكون بتتكلم معاه مثلا على السيارات او التليفونات او مركات غالية جدا من الساعات او اللبس اياك ابدا هنا انك تقول للشخص اللي قدامك مثلا جمل زي انا التليفون ده غالي جدا علي اجبر غلط انك تعمل كده اياك انك تتكلم عن اي منتج عن اي حاجة على انها جانية جدا عليك لكن اللي لازم تعمله هنا انك تقول جمل زي مثلا انا التليفون ده مش من اهتماماتي حلال السيارة دي مش بفكر اجيبها حلال وهكذا وهنا انت بتبين للشخص اللي قدامك حاجة مهمة جدا وهي ان انت عندك القدرة انك توصل لأي حاجة انت عايزها لكن الحاجات اللي انت مش بتهتم بيها او مش من اهتماماتك انت مش عايزها لو كنت بجد عايز تمتلك الشخصية القوية اللي نفسك فيها فاربوك بلاش جمل زي التليفون ده غالي جدا الاميس ده غالي جدا كل اللي لازم تقوله هنا انا مش مهتم وبس لانك بمجرب ما بتعرف الشخص اللي قدامك ان حاجة معينة غالية جدا عليك فصدقني ده تلقينه وبشكل لها شعوري عليه بيقلل منك قدام الشخص ده مهما كانت درجة تقربه منك فحاول جملة غالي جدا لجملة انا مش مهتم اما اخر واهم قاعدة لازم تاخد بالك منها واللي هتحافز جدا على مكانتك وقوة شخصيتك واتحافز كمان على حب اللي حواليك ليك وده الغلط اللي بيقع فيه اغلب الناس وبيبوا فاكرين انه هو صح لكن للأسف هو غلط جدا وهي محاولة الاختلاف هنفترض مثلا ان انت وسط مجموعة ناس في عزومة في شغل في محاضرة في تجمع عائلي في قاعدة اصدقاء ايا كان وليت ان الناس دول كلهم قاعدين سكتين فكل اللي لازم تعمله هنا هو انك تسكت انت كمان ما تحاولش ابدا انك تبان مختلف وتتكلم كتير لانك لو عملت كده تأكد انك حبين انك شخص مزعج لو كنت مثلا مع اربع اشخاص ملتزمين الصمت وانت الخامس بتاعهم وعمل تتكلم 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 هتأكد وقتها انه كلهم هيتعاطفوا مع بعض لانهم بيعملوا تصرف واحد واشترك وهتلاقيهم هنا حاسين انهم كرهين وجودك معهم فما تحاولش ابدا ان تكون مختلف وسط مجموعة متشابعة حاول انك تندمج معهم لانه كل ما حسن لحواليك ان انت شبههم كل ما تطمنوا لك اكتر نفس الكلام تجنب تماما انك تعيش دور المنقذ وتكون شخص ايجابي وسط اجواء سلبية لو لقيت انك جاو سلبي جدا ولقيت ان الناس اللي انت معهم محباطين جدا او سلبيين لاي سبب من الاسباب اياك هنا انك تحاول تكون ايجابي وتعمل فيها بطل لاننا هتلاقيهم بيحاولوا يجتمعوا كلهم ضدك هتلاقيهم بشكل لا شعوري بيحاولوا يحبطوك عشان تكون زيهم لانه بشكل لوعي الناس بتميد انهم يخلوا اللي حواليهم يكونوا شبههم فاحتفظ بيجابيتك لنفسك وخليهم هما يشوفوا النتائج بعدين على شخصيتك وخليهم يشوفوا النتائج دي على حياتك وعلى شكلك وعلى جسمك كل ما شافوا ان حياتك بتتحسن وبتكون احلى فهنا هتلاقيهم هنا جايين لحد عندك يسألوك عن السبب وهنا ممكن انك توريهم ايجابيتك دي لكن انك تروح من نفسك وتحاول تغيرهم فصدقني هيحبطوك وهتلاقيهم ممكن هما اللي يغيروك ولو ما قدروش يغيروك هيكرهوك عشان كده ركز مع نفسك وبس